اشتركوا في القناة في كتابه الكريم واجعلهم فوق مستوى القادة والسادة حيث قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أدين وأستنكر باسم وباسم منظمة الدفاع عن حقوق التركمان في لندن وباسم التركمان في العراق جميعا بأشد كلمات الإدانة والاستنكار للجرائم التي تقترفها السلطات البحرينية بحق شعبه الآمن وخصوصا بإعدام هؤلاء الشباب الثلاثة الذين هم في عمر الزهور وإن دل هذا الإعدام على شيء لهؤلاء الشباب اليافعين إنما يدل على جبن هذه السلطات وخوفه والذرعه من الشعب ومن هؤلاء الشباب الثائرين المطالبين بحقوقهم المشروعة ومعلوم لدى العالم إن الشعب البحريني جدد مطالبته بحقوقه مع الربيع العربي مستمرا بذلك إلى يومنا هذا والحال تحول ذلك الربيع إلى خريف بوار لأكثر دولها وأثبت هذا الشعب بسلمية ثورته وصمود أبنائه ومشروعية مطالبه وإيمانه العميق بالدمقراطية وحق الأكثرية في إدارة الدولة متناسقا مع ما أقرته الأديان السماوية والقوانين الوضعية المعترف بها من قبل المنظمات العالمية ومجلس الأمن الدولي فيحق للشعب البحريني أن يفتخر أمام العالم أجمع أنه علم البشرية دروسا ثورية بطريقة حضارية لكسب حقوقه بالوقوف ضد الاستبداد والقمع والاستهتار إن ثورة الشعب البحريني سيخلدها التاريخ من خلال الثمار التي أثمرت ولم تصل بعد إلى انتصارها النهائي المحتوم من خلال النقاط التالية أولا كشفت هذه الثورة زيفة وفساد ودجل المنظمات العالمية المتلاعبة بحقوق الإنسان تحت عنوان الدفاع عن تلك الحقوق ثانيا انكشاف حقيقة من يسمون أنفسهم بعلماء الدين أنهم وعاظ للصلاة وخدم لهم لتقوية سلطاتهم وهم تجار باسم الإسلام أكثر من أن يكونوا مدافعين عن مبادئه ثالثا أظهرت الثورة في البحرين حالة الارتزاق والتملق لغالبية الإعلام العربي والعالمي بعدم إظهار الحقائق الجارية هناك وكأنهم أجراء عند السلطات وخدم لهم وباع المبادئ والوجدان والضمير بأبخس الأثمان رابعا إظهار الوجه العدائي والطائفي المقيت للنظام تجاه الشعب ومصالحه وحقوقه المشروعة ويظهر ذلك بوضوح من خلال جذبه لميليشيات طائفية من مختلف البلدان وتجنيسهم لإجراء التغيير الديمغرافي في البلاد واستخدامهم لقمع المتظاهرين وحرق ممتلكاتهم وتدمير الآثار الإسلامية التاريخية هناك خامسا من الحقائق الناصعة للثوار البحارين السلوك الإنساني والوطني بامتياز من خلال عدم التعدي لممتلكات الدولة والمواطنين بالحرق والنهب وما شابه ذلك على الأكس مما تقوم به الميليشيات المرعبة المرعية من قبل النظام ومما يؤسف له أن هؤلاء الحكام لا ينظرون بعين الحكمة والاعتبار إلى ما آلت إليه حياتهم من عاقبة وخيمة أمثالهم من الحكام والرؤساء الذين نبذهم شعوبهم وكتبت أسماؤهم في سجلات التاريخ وأخيراً أقف إجلالاً وإكراماً وأحتراماً للشعب البحريني بعلمائه وشبابه ونسائه وشيوخه وثواره وأوحيي من هنا ونيابة عنكم جميعاً الشيخ قاسم بصموده والشباب والشياب الذين يقفون حراساً له على الرغم من القمع المتجدد يومياً ضد هذا الشيخ الجليل الوقور آية الله قاسم ندعو الله تعالى أن يحفظه وينصر الشعب البحريني وأن النصر لآت وإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته